مرحبا حضراتكم في أول فقرة يعني حواريا معنا وهي يعني لايت كده وحنغني فيها بس هنغني مع موهبة غنائية أهلوية هي من قرار قرار النادي الأهلي خيرا نرحب بدوحة هاني يا صباح الخير عليك صباح الفل عليك منورانا يا ضحة أهلم بيك أهلم بيك واحنا في الباصل يا حضرات الزملاء بالصوت طلبوا من دوحة ناتعة من لهم تستعلى المايك جات خبطانا واحد يا ليل ما قلت لك ولا أحلى ولا أجود ولا أروع وده يخليني حابب إيه بصر مش هسأل كتير نسمع أكبر منك ليه أنا جاي أسمع بقى الباكرة دي لأ نورانا يا ضحة طبعا بس أكيد قبل أي حاجة الناس حابين أكيد يبقوا عارفين وإحنا حابين إحنا نعرف عنك أكتر بتدتي إمتى وعرفت إزاي أصلا صوتك حلو يعني أنا فاكرة وإحنا صغيرين كانوا بيقولوننا غنوا عشان لو في حد عنده مننا موهبة أي من المدرسة يعني بس ما حصلش بقى نصير خلير نعرف ميني أنا بدأت يعني والدتي الله رحمه هي اللي اكتشفت الموضوع ده وأنا كنت بغني في حفلات المدرسة وأنا صغيرة وشوية شوية روحت ادربت في الساقية ساقية الصاوي ومنها للأوبرا وبعد كده بيت الغناء وحاليا باخد ترايبت بقى مع دكاترة متخصصين في الغناء يعني وكرار النادي الأهلي يعني كلمين كده عن كواليس هذا الكرار وأعضاءه ويعني فيه من نسبة شباب هده إيه وبنات هده إيه وبتغنوا في حفلات في أي مناسبات بالتحديد هي الأساس كاب بتبقى طالعة من إدارة المكتبات تبع النازي الأهلي بقيادة أستاذة فسام شوقي كانت جمعتنا ومتدت تعرض يعني بوستر على الفيسبوك إن هي محتاجة ناس وأصوات فروح تتقدمت هناك وبالنسبة للأعمار هم معظمهم هناك أصغر سناً أعتبر أنا أكبر واحدة بيهم وفي ناس ممكن أكبر بس أكبر بقى بمراحل تانية ففي المينموم إن إحنا بنعملها بنعمل حفلات بقى احتفالة أكتوبر بقى عياد الطفولة أخر حفلة كانت موجودة عشان لتراس السنة فيعني حاولنا إن إحنا نعمل كذا حفلة طبعا فترة الكورونا وقفتنا فترة بس الحمد لله قدرنا نرجع تاني والموضاء بصراحة مبهج جداً نتجمع كل أسبوع نتضرب على أباني بيجالنا موسيقيين وبنعمل جنرال وبنطلع بالحفلة بقى سواء في الجزيرة أو في مدينة مصر وأصلاً أنت بتدريسي أو بتشتغلي بجانب الغنى؟ الغنى بالنسبة لي موهبة بس أنا حابة أن أطقنها فابتدت أن أركز فيها وأخذت كورسات في بيت الغناء العربي مع دكاترة كبار من معهد موسيقى العربية ويعني بصراحة هم أثروا معايا كتير إن أنا أتحسن ووصل لمرحلة أحسن بكتير من كذا سنة فات أخذ ما معهد موسيقى عربية بنتكلم على أساد زقفاضل وبنتكلم على أغنى أصيل سواء كان أغنى طربي أو حتى الأغاني الأحدث نسبياً بنتكلم على في تأسيس حلم صح بالضبط هم بيعرفونا يعني أغنى بيعرفونا إزاي نتكلم إزاي نقول إزاي نطلع مخارج الألفاظ في الأباني إزاي نعلم في العالي والقرار والجواب بنعرف إن إحنا نوصل نفهم المقامات بالمناسبة في مقام اسمه لها واند أتكلم كثير أتكلم كثير هذه من المقامات الجميلة أصلاً يعني كلاسيك كلاسيك هو يعتبر يعني حزيل ولا لذيذ يعني لا حنائم كده حنائن وهادي حنائن وهادي حنائن وهادي حنائن وهادي يعني إذا هو صاخب ولا كيوت لا لا هو كيوت جداً وفيه أغاني كتير قوي قوي يعني فيه من أقولك يعني أولاً أولاً كده كده هنحتاج بإسمع منك حاجة أكيد طبعاً وبعد كده في أي وقت أنت عايزها في خلال الفقر دي سمعينا حاجة مقام نهواند علينا وضع الكلمة كانت فرصة حتى نتعرف على اختلافات المقامات الموسيقية طيب تمام ماشي مفيش مشكلة نبتدي بالنهواند ولا نبتدي بالنهواند نبتدي بالنهواند وطبعاً معظم قباني فاروز أصلاً مقام نهواند فنبتدي بقى بإننا كمان الصوح سيكون حلاص أوكي يلا نبدأ بنت الشلبية ويونا لو زي بحبك من قلبي يا قلبي انت عينايا بحبك من قلبي يا قلبي انت عينايا حد الأناطر محبوب ناطر كسر الخواطر يا ولفي ما هان علي كسر الخواطر يا ولفي ما هان علي بالطل بيتلوح والأل مجروح إيا مع البال بتعن وتروح إياه مع البال بتعن وتروح تحت الرماني حبي حاكاني سمعني غناني عيوني وتغزل فيها سمعني غناني عيوني وتغزل فيها انا بحب اللغنية دي جدا عملي وكنت عرفة انها مقام النهوان بالمناسبة هما فيه كام مقام موسيقي وإيه الفروقات اللي بينهم ولو ينفع ان شاء الله من خلال جمل يعني جمل موسيقية بسيطة تعرفينا مثلا كذا دي مقام كذا كذا ده مقام كذا يعني علمينا البيزيكس بتاع في الموسيقى المقامات الاصلية عندنا في الغنى هي 8 مقامات المقامات فيه منهم الغربي والشرقي بس الاكتر احنا بنتعامل بما اننا في مصر بالشرقي وكل حاجة هي منقاسمة كده كده بالسلم الموسيقي طبعا السلم الموسيقي اللي هو الدو الدو ماجير ده اللي هو المقام الاصلي بتاع الغنى اللي هو مقام العجم فممكن اقوله مثلا اه 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 ايه اللي هو بيقول دو ري مي فا سو لا سي دو دو سي لا سو الفا مي ري دو ده السلم الموسيقي الرئيسي اللي احنا بنشتغل عليه في كل المقامات بس بتختلف بقى فكرة المقامات من الدرجات بتاع الركوز فيه مقام ببدأ فيه من الدو فيه مقام ببدأ فيه من الري فيه مقام ببدأ فيه من الصول على حسب الطبقات وعلى حسب المقام وفيه حاجات بقى بيبقى فيها فرق اللي هي احنا عندنا اللي هو النص تون والربع تون اللي هي دي اللي بتفرق بقى مقامة عن مقام وبتدي لكل مقام حلوته احساسه ان احنا نوصل له هو ممكن يا دوحة بجد والله يعني هل ممكن حد صوته مش حلو قوي بالتدريب يبقى صوته حل مش يبقى صوته حلو بس يعرف يقدي صح يعني يبقى مؤدي يعني يبقى مؤدي ويعرف الطرب هي بتبقى يعني الاساس هي ممكن يعرف يوصل بس احنا خلينا صرحة احنا كده كده في احنا في وقت الوقتي في ناس كتير قوي يطلعوا مؤديين اكتر منهم مغنيين صح بس بيعرفوا يعني خلينا نقول ان هي وقفتها على كده ان احنا بنتكلم في الغنى فيعني الغنى صح هو فعلا الواحد لازم يعرف المقامات عارف يعني بيقول ايه مش بيقول اي حاجة وخلاص او حافظ اي وبنية وخلاص ماشي عليها كده يعني الدراسة تفرق كتير مع الواحد انا انا لاحظت ده شخصي لان انا كنت في الاول بغني عادي من غير معرف اي حاجة فغني بقى واجود مع نفسي طبعا لا يعني في حاجات عرفتها لا ما يفعش لازم تحكم نفسك عشان ما تخرجش برا المقام وغني بمقام معين ما يفعش اخرج عنه حلو جدا طب انا عايز اسألك حاجة يعني دايما الناس اللي هما المطربين اللي هما طرب الحقيقي بنحس ان هما دايما بيغلوا الحاجات الكلاسيك القديمة فاهماني هل ممكن بسهولة تغني اغنية مثلا مش هقول مهرجانات طبعا خالص البكالة بغنية مثلا شعبية بطريقتك اغنية شعبية بطريقتي اه ممكن طبعا اه اه مش لازم الترب ومقام معين يعني هي ممكن لا الواحد ممكن طبعا يقدر يوصل لحاجة من الاغانية الشعبية فيه كلمات حلوة بتعمل دلوقتي عليها لحن رايق شوية بالجزء الطربي طب تقدر تغنينا حاجة مش حاجة يعني المطرب بقى العظيم او كبير او له تاريخي اغاني جميلة العادية اغانية قديمة يعني حديثة بقى اغانية حديثة شعبية عادية يعني مش لازم طرب طرب طيب انا ممكن اقول حاجة اللي عبد الرحمة محمد كان بيقولها اللي هي اغانية مغرم اغانية مغرم اغانية مغرم اغانية مغرم يا دليلي ليل ورا ليل ولا دوقت النوم شوق وغرم لا عتاب ولا لوم داري انا داري حرتي ومراري وانت ولا داري يا ليل يا ليل يا ليل يا لله husbands اي رأيك cameras ليا حاجة باقي مرور هناك احدا حفلة احنا عملناها في النادي كنا عملنا مادلي كده من اغانية للاهلي فانا ممكن اغانية حتى كده من اغانية اهب توفيق تمام هو بيقول هو فيها ردود بس انا احاول اقول الردود طيب ماشي اوكي تقول اهلي بيقول اهلي يالله بينا نرفع ايدينا جايين نشجع الاهلي ماشي اوكي تمام يالله بينا نرفع ايدينا جايين نشجع الاهلي فانالا حمراء بنقولها كلمة عدا نادي القرن الاهلي وصل العالمية اهلي نادي مية مية اهلي ده كلامه شوية اهلي الاهلي ده فوق الجميع حاجة مش معقولة اهلي عدمت بطولة حاجة مش بسهولة وكله بشهد الجميع شجع شجع قلم القلب الاهلي البدع شوف الله كله هيتقطع وما فيش طعب الاهلي ده نادي البطولات الاهلي الاهلي احسن نادي شوفه مهوره كمان مش عادي كله بيهتف كده وينادي دايما بيعدي الازمات اهلي 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 جميل جميل ايه رأيك فينا كفريق كورانا ونهوانا زي الفريق يعني والله بيعاتوا بقى في الحفلات اللي جاية انشاء انشاء راق لينا ده وجود حضراتكم كفاية بس يا ميلا يدوح وروحك حلوة كمان والله جد بيبان على الناس وخلينا نعرف منك اللي القادم يعني انتواتي وصل طبعا حاجة عظيمة جدا يعني ده لابل اي حد بيطمح ان هو يوصله فحلمك بعد كده هل ان انا مثلا ابقى مطربة واعمل سي دي وابقى موجودة باستمرار يعني ان شاء الله لما الوضوع تتحسن ان شاء الله انا فعلا نفسي يعني اعمل حاجة وبالنسبة للجانب طبعا حفلات الأوبرا وبيت الغناء العربي اه نفسي اعمل مثلا ممكن سنجل كذا قونية ابتدي اعمل كوفرز انزلها على الانترنت ليه لسه ما عملتيش ده والله هو فيه حاجات كتير كانت وقفتني طبعا فترة الكورونا اثرت علي بشكل كبير ان اصلا حتى بعدت عن الوانف فترتها بس كبوك تعمل معاكي شغل العكسي ايجابي جدا حاولنا كده بس هو الدنيا كلها كانت مقفلة وانا الامكانيات مثلا في البيت كستوديو او كده طبعا حاجات ذي كانت مقفولة فعشان اسجل كنت بسجل فيديوز في البيت وفعلا برفعها على اليوتيوب والفيسبوك وصحابي بقى وقرايبي ياضي بص عليها فكانوا هما بيشجعوني اطلع لايف مثلا معاهم على فيسبوك واطلب منهم اغاني يقولولي اغاني وانا اغانيها لهم فده في حد ذاته كان بيساعدني شوية ان انا ايه مبعدش قويات بس الحمدلله بتديت ارجعي يعني ان شاء الله قرايب كده اعمل حاجة اه ونية سنجل بإذن الله بحضر فيها دلوقتي تتسجل وان شاء الله كده ممكن غالبا مش هتتصور تصويري تبقى بس كزي كفر وانزلها ان شاء الله علي اليوتيوب يعني وعندنا حفلة قريب بإذن الله بيت الغناء العربي برضو لما رجعنا تاني في نص الشهر ان شاء الله بعدد طبعا يعني محدد اه 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 كده كده هو بيت الغناء العربي هو في المعيز شارع المعيز اصر الامير باشتاك فبيتعمل هناك المكان بيبقى مع تخت شارق ايه كده بقى ديب حد ذاتها فعلا هو المكان بصراحة مكان محترم جدا وعليق جدا جدا بصراحة والمكان والناس والحضور كل ده بيبقى يعني بيشجع الواحد ان هو اصلا يدي اكتر بتغيير الاماكن اللي ان النوع ده بيبقى لهم كمان جمهور معين يعني هما السميعة قوي محب الاصالة فكرة ان هما بقى موجودين في مكان زي شارع المعيز التراس طبعا ومعظم الاغاني هناك والدراسة هناك كانت من التراس فاللي هو يعني احنا بندرس موشحات واغاني قديمة عشان قاطر نقوّل يعني نقوّل الصوت فده بحد ذاته بيفرق معنا كتير جدا يعني في الصوت طبعا فان شاء الله انت معاك دلوقتي ملايين من جمهور الاهلوية فاحنا اكيد بنطلب من حضراتكم دعم لضحى ان انتوا تعملوا لها بقى صورتها تعملوا لها تويتس وتافر تشوفوا بس دي بنت الاهلي ومن كرال النادي الاهلي فيا ريت برضو هاسبت معاك ملايين يعني انت انت زعلانة ليه من فترة التوقف لا 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 الاهلي دايما يعني جمهور الاهلي بيدعم سهلا لا يتوقف فالاهلي لا يتوقف لما انت قلت لها موشحات كلمة موشحات جواي انا شبط في الكلمة خلاص ماشي يعني حتى ولو حاجة بسيطة خلاص ماشي برضو نعرف الناس بان ده نوع مستقل من الغنى وليه تاريخ طويل وعريض اكيد صح حاجة اندلوسي كده على مزاجك خلاص ماشي بسيطة حيث لا شاي ام للمدام ليننا دام حيث لا شاي اوه 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 املى المدامة للنادامة املى المدامة للنادامة حيث لا شايد حسن تجلى واراد الغير ولا شايد يا ليل حسن تجلى واراد الغير ولا شايد يا ساقي ادر من مسكن عطر ما للهوازاي املى لي ودر من مسكن عطر ما للهوازاي اوه 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 املى المدامة للنادامة 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 حيث لا شايد جميل المشاحت اللي احنا كنا بندرسها وعملنا بيها حفلة كمان وكننا بقى مجموعة وكرال بنغنيها فطبعاك بتأمين إن شاء الله حافظة فعلا إن شاء الله نورتنا يا ضحى وساعدة مبوضة جدا التناوية غني والله بس ما خيش بقى وقت يلا غني حاجة نورتنا يا ضحى إن شاء الله نقابلك مرة تانية هنا وقومي كمان تقدمتي جدا في المجال اللي انت بتحبيه إن شاء الله رب العالمين إيش فاصل سريع حاولتنا